موسيقى 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 كيفكم؟ حلقة جديدة اليوم كما وعدكم كل ما عملها جامعة الماضي ضيفنا أكيد كلكم تعرفوه مميز بعدة أمور هو العميد مصطفى حمدان موسيقى موسيقى مش عارفين هي ساعة مصور كيفك؟ مرحبا كيفك؟ مرحبا تحيي لألك ولكل المستوعين أصحابك وعيلتك وأهلك ورفقاتك وأخوانك وكل اللي بيحبوك وبيحبونا مرسي واللي ما بيحبونا كمانا ما بحبونا ما فقط قدرح يحضرونا لا بفوت بذلك حشرية بعرف أنت أنت بتلم مغنطيس بتلم بتلم تفكروا نعمل مثل دي مصادق كيف بلغي الحلقة وأنه لقى وأنا عم بخترع وفي ضغوطات ما بعشو فاليوم أثبت أنه نحن هي ألتاك هي ألتاك هي ألتاك على حلقتها وقتاً لغت حلقتك مش حضرة هني بحالة معنا ما بحضرة بس على فكرة ضغوطات يعني تقديري أنا حصل من لما تعرفت عليك من لما تعرفت عليك من زمان لما أحضرك بحضرك دايماً أنا مرحباً 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 مبين لا أنت بشواردي نضغط عليك وعليك وأنا يعطيك العافية يعني حلقة حلقة حرزين راح تكون التاريخ التاريخ يشهد جيرال أول شي جمعة الماضي كريز نقط سوا للأسف تسممت هذا بدي روح يتعشب لما يعزم حدا معه الله يسامحك لو كنا تسممنا سوا وكنا نعملنا قصة سوا أريد أن أفوت على هذا الموضوع أريد أن أبدأ فيه يعني لم يكن أحضر أنه أين صرنا لا يستطيع أن نأكل بمطعم هون لا يستطيع أن نأكل بمطعم مطعم ليس مطعم يعني هناك مطعم في لبنان هناك مطعم نوعية جيدة ونوعية مطعم نوعية منيحة ومطعم نظيف حتى لا نفكر أنها مطعم من المؤثر؟ وزارة الصحة البلديات لأنها مطعم سؤال كلنا مصرين فللأسف لا أعرف أين أريد أن نصل ونفت بمواضيعنا لكن هناك موضوع أريد أن أسمح لي أكيد بهذا الموضوع التسمم أول شيء أنا أكيد أشكرك لألك لأنك تمات لا 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 تمات بالشخصة ومتشكر كل مثل عمل لك رفقاتك ورفقاتنا بجد الدنيا كتبنا نحن وضحنا أن تسمم لأن هناك أشخاص أفكار أو الصحة لا الصحة وكل شيء لكن دعني أقول لك نحن صرنا مضربين كنا نتحدث عن منظومة سياسية فاسدة ومفسدة هذه المنظومة السياسية صرت منظومة إدارات رسمية وكل شيء يعني بطلت القصة منظومة سياسية عمل سياسي فاسد لا كل شيء منظومة النظام الإدارة كل شيء مضروب حتى الشعب حتى الشعب حتى الشعب بس أنا هلا عم حيد الشعب عم بحكي عن المنظومة أساسا كما تكونون يولى عليكم 100% هذا ما فيه لذلك أكيد أنه جايبين هؤلاء المواصفين نزلين من المريخ جبناهم استعرناهم لذلك الخطورة أنه المنظومة الصحية الرسمية مراقبة المنظومة منظومة المازوت والبنزين وكله مضروبة منظومة النقد المال وهذا كله كله صار مضروب بقى قصت الصحة بس هلأ أنت الصحة يعني عم بتفوت على كلبات قتل القتل الناس نية ونية ومش عم بيحكي عن الكوفيد مينتين لا لا عم نحكي عن التسمم والنظاف هذا مطعم مرتب أنا ما بحط الحق على الأصحاب المطعم أنا بحط الحق على اللي يعطيوني المواد يعني المواد صارت مضروبة هي ما بتعرف بقى ما بقى ما بتعرف خاصة عندك هلأ ما في كهرباء ما في مطرات بقى هيدا قصة التسمم من منا مسحة يعني أنا أنا وصل ما معا بنحكي بقى عشد ضغط كنا رحنا فيها لا لا وكثير عم نشوف على السوشيال ميديا عالم عم بحط صورهم بالمستشفيات وهذا يعني الله يسطر نشوف كيف تقطع المرحلة للخابصة كلها من كل بكل شي جنرال خبرني عنك كيف تفت على الجيش بيك كان زابط بالجيش وبيك يمكن ما مش كتار بيعرفوها انه كان رئيس حرز الجمهوري كمان ايام كاميل شامعون بس ما كان حابك تفوت على الجيش خبرني كيف تبدأ كيف كانت البدايات وكيف تفوت كان نائب جابه كمان شامعون كما كانت تقول عنه كما فتح العروبة الأغرى يعني بعرفه رئيس شامعون جاب بيع عمله قائد امر سريت الحرس الجمهوري المستقلي كان يسموها يعني انت مش اول سنة مش اول سنة انا كنت مفكر كيف تحبوها انا مش اول سنة بالعالم بالعالم بالشفرة الرئيس الحود طبعا بعقله المتقدم متطور جمني ومردنا حدا رغم انه تعرف فيها كانت تحلق الايام اصعب من الاول بس انا باي كان قائد امر سريت الحرس المستقلي بالامطاري كمان مشان هاك عمقول بلدنا بلدنا لا مش هاك لا بلد كانتونات سني ودرزي ومسيح لا لديهم هوية مشرقية هؤلاء المسيحين في المنطقة اساسية هناك هوية عربية مشرقية كمان للمسلمين بس هذه تتكامل كلها مع بعضها هذه مصدر غنى حضاري ليس مصدر دمار وقتل ليس هاك مثلا انا اعطيك معلومات يمكن الناس لا تعرفها من اول واحد جعل من لبنان حالة قادرة على الحرب ضد اليهود وتغلبهم كمان شامعون مع خبر طيارات الكامبيرغة نحنا كأن سلحة طياران في لبنان من اهم من اهم اسلحة الشرك الاوسط مع خبر انه نحنا اول ما ندخل المتر على المية وخمت وخمسين على لبنان هو الرئيس الشامعون من المتر ليس الجنرال شهيب لا قبل لا الشامعون لا يعني نحنا كان عندنا الدبابات اللي كانت عندنا الشرمن والشاركوتير الشاركوتير كان اسمها هدول التبابات انجليزية متقدمة نحنا كنا نجوش القوية بالعالم العربي اننا مضعمين الانجليز بوقتها لا بس من الانجليز لا بس كانوا الانجليز ظهرناها عيام يا شامور ايه بعدين كيف تطورت السياسة موضوعية بس انه عاملها هيدا واقعة هيدا واقعة حقيقة انه نحنا مش هك عاملها ونحن نقوى ونحن نقوى فعلا ما بنقوى بالكانتونات بالكانتونات تدمير ذاته نقوى لما نصير عندنا تقطع حدود القوائب ونعبرة منبالش بالجيج ونطلع على كل المدى وكل الكون لا ما كين بدوي يكباييك فتعة الجيج اللي فاعلا باي المرحلة اللي أنا مهم يعني احنا دورة نحن دورتنا أكبر دورة بالجيش اللبناني وتسموها دورة الجيش الأحمر وكان بوقتها بالسبعينات الواقع اللبناني شديد التأذم سياسيا فيه تصارع أفكار عارمة وانتبه صحيح بلشت منه تصارع أفكار طائف مذهب كان فيه تصارع أفكار سياسي يعني مثلا بالجامعة اللبنانية كان بول شغول وأنور الخطايرة وكمال شاتيلة وجامعة المصريين كانوا أمرار ينزلوا بالانتخابات مع بعض مش من منطلق أنه لا لأنه هؤلاء بيعملوا على التفق المجموعة المجموعة المسيحية مع السنة مع الدروز كل واحد ممثل طيب طلاء كانوا ينزلوا بفكر سياسي اليمين واليسار وصراعات طب مثلا أنا أنا كان عمري 14 سنة كنت مع مع الاتحاد قوة الشعب العامل من 14 سنة طب أنا بتاعب شؤريت قريت لأنه كان فيه مثل بيقوله الصدام بين عبد الناصر والاتحاد السورياتي وبين الناصريين والشعيعي ما كنا حطينا على بالنا الكتائب والكوة اليمين بوقتها كنت أكبر راحين لبرة ما خبر ما خبر أنه أنا كان عمري 14 سنة بدي شوف كل أمين بيعملها قريت كتاب الرأسمال كارل ماركس 14 سنة غير درسة قريت كتاب كارل ماركس المجلدات الرأس المائكس لم أعرف أنك كان في عام 14 سنة مجرد ليست نفس الأعداد هادي بدقي allí كين كان لبنان قبل 73 سنة فطت بهذا وهذا وفي أعتقد أنه لم يريد يفوتوا إلى جراز لأنه كان يتعذب في القيادي بس كان عزب من أحدود الجنوبية تعذب ولكن كان مبسوط. يعني أنا أبني مراجعيون أعتبرها ضيعتي تبادي. أحبها كثير. قصدورة. لأنه ربيت فيها وتعلمت فيها وعاد تباية قاعد فيها. جنوب كله كان باية 13 سنة قاعد فيها. من تاريخ السنة الخارجة. كل هالأمور وأنه حاسس ويعرف. لأنه باية منه حرامة. حتى نكون كثير صراحين في بعض الفاسدين والمفسدين بالجيش أو برات الجيش. صحيح. في فاسدين. صحيح. والمكام. كان باية كان حرامة. وباية كان كافة حاله. ولكن عايشين أنه عقدنا. لكي نحس أنه طالما عندي إمكانيات وأنا برياضيات قوي. نروح عمول هندسة بالجامعة الأمريكية. وعمل لي واسطة كانت في ذلك الوقت كانت ملحق عسكري أمريكاني الصحبيوية. كانت تعرفة ليلة. كانت مساعدة في الجبل اللبنان في ذلك الوقت. وعملوا لأنه. كنت تعمل كاميكا الانجينير. كنت تعمل كاميكا الانجينير. كنت أعمل كاميكا الانجينير. كانت تصور من هذه الأيام. مهندس اتصالات. كوميليكيشن. أنا أريد أن أذهب كاميكا الانجينير. لكنني كان كل الفكر بالحربية. وهو قال لي أقدم. أقول له أريد أن أقدم لكم. دعني أقدم على الحربية. عندما أشت النتيجة أني ناجح بالحربية. ليس بالحربية. أشت الناجح أني بالجامعة الأمريكية. أخبيتها. وما هي نتيجة الحربية. قال لي وان نتيجة الجامعة الأمريكية. قال لي وان نتيجة الجامعة الأمريكية. لكن عندما سألوا لهذا قالوا ناجح. سألوا وقالوا ناجح. أما تعرف أنه ليس بهذه الطريقة. يعني أنه أنا أحكيها. أنه الملحى العسكر الأمريكي ليس أنه يتدخل. لكن إذا يعرفوا هذا. هذه الطريقة كانت. قال لي أشتك النتيجة. أخبت له يا هالم. قال لي وانت دشرني من البيت الثلاثية. قال لي حتى في البيت الثلاثية. هذا هو السبب. فت حربية. نعرف أنه أنت من الأشخاص اللي خلصت له حياته لجامعة. لكي يقولون أفكادو. أفكادو. هذا سليم. قلت حرب بينك. فعندما كثيرا. عندما تخبرنا شخصاً بالجيش أخدمته كيف? أولا؟ أول شيء أنا. يعني كيف يريد أعلقك. أنا. أعلم حتى لما قادة حرجة مهوري. كان يفعل اسمي أنه قادة حرجة مهوري. لكن. لم أكنت أتدخل هنا. معروف إلا أنا ما كنت لجهاز أمني ولا ولا شي على أنه أنا كنت مع الرئيس لحوت. هلأ بنحكي على الموضوع. بس أنا بالبداية أنا ما اتخرجت مع دورتك. نعم. كنت بسوريا محبوظ سنة 19. طيب لحظة. العميد مصطفى حمدان اللي بتدافع عن سوريا صبح وظهر وعشية كان محبوظ في سوريا. لا. لا كنت أنا من اللي رحنا مع الجيش العربي. الجيش لبنان العربي. أوكي. وبتعرف بهذاك الوقت اللي طلب الدخول الشوري إلى لبنان. هن أركان الجبهة اللبنانية. يعني كارج ميل وقميل شمعون والأركان اللي كانوا. وطلقوا وطلبوها من الرئيس الأسر. وبطبيعة الحال نحن كنا من الحركة الوطنية. وجيش لبنان العربي. يعني الميلة الثانية. لما دخلت سوريا. اعتبرنا. اعتبرنا انه لما يقوم يفسروا السعلي كمان. لا لا يقول كورونا. وصحتك بشي مني. اصلنا بلبنان. اصلنا بلبنان. اذا عملت هيك. انا عملا كرمي. انا بعيد عنك. بعيد عنك. ما شرح. وهي السعلي. هاي السعلي ما دخلها بأنه كيد عن السوريين. يعني حطيك. اولاك. هل قد. هل بتحكي. هكسرنا بالبلد. هل قد حقه. ايو والله. بقى. 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 انا مش عنا هنا ضمن الجيش لمن العربي. كان هنا موقف ضد السوريين بتقولهم. اللي دعم. مثل العادية. يا بتكون. اذا كنت. يا معي. عدوك. عدوك. وصديقك صديقك. بقى. اهلي هي. بقى. احنا انا قلت مع احمد الخطيب. لانه رفضنا نسلم سكنات البيروت اللي كنا فيها في جيش لبنان العربي للقوة الردع العربية. بس انت ليش كنت بجيش لبنان العربي. وانت بتلميز زابط. معصم الجيش. معصم الجيش. حتى انتوا بالحربية بكونوا. معنوا رفقاتي كلهم. كنا نحكي مع بعض واصعاب كلهم. بس انقصمنا. بس ليش التحقت مثلا بمش بالجيش اللبناني. معنوا بيع فكرة بيضل قاعد وزر دفاعها. طيب لا رحك لهوني. لانه انا عندي فكرة ما بعمل لك انا كان عمري 14 سنة كنت مصر. وبرجع بقول لك انا بأكد. وبرجع بأكد هذا الموضوع. حقيقة بالبلاي. انا لحمة تافية. وعايش من جيش جيش لبناني. عندما اخلقت. انا كان ضابط بالجيش. بس لما مقصمت هذه القسمة. كما بقول العمودية واللي انا دائما بقول عني انه اعملنا عملية تدمير وقتل ذاتي. يمكن هذه من الامور اللي بحسة اختر شي على بلدنا. تندم عليها؟ وخاصة قسم الجيش. تندم عاديك المرحلة فقط بعملية قسم الجيش حتى ما احدا يهرب من تاريخه يعني واحد. بس هاي دي قسم الجيش انا بقول لك كانت كتير صعبة. بس مش بس نحنا نتحمل مسؤوليتك. النظام اللبناني ككل كان انا اشد المدافعين عن واحدة بالجيش اللبناني ومع الجيش اللبناني وهلأ بحكي بالتفصيل اكتر كشوث ولمطلوب. ساعتنا نحنا رحنا على الجيش اللبناني بسبب انتمائي العقائد السياسي. يعني انت لما خفت خف الانتماء لصالح الحكم اللبناني والنظام اللبناني بطبيعة الحال بدو يرجع كل واحد لك رعوبه. كرعوبه. ايه. كرعوبه. هلأ لقد يرجع على كرعوب السياسي لا يرجع على كرعوب الطائف المذب اللبنان اضرب. اضرب. اضرب وافك رأبي. بقى هيدا اللي صار. الديان حبسط. بقى نحنا لمسنا قدت لك بسبب مواجهتنا مع التوريين بهذا الوقت. انا عدت بالسجن بالمزة. كمان بمزة من وقتها مزة موجود يعني. بالمزة عدت سنة وتسعة الشهر. كم شخص كنتو؟ بقى هيدولي حتى اللي عم بزة يزادوا علينا يتمنوا بالمزة. انو انتو بعدكم كل عمر كن قاعدين فوق. مش بالمزة. كل عمر كن تطلعوا تزحفوا فوق. تتزحفتوا على البواب. بالاسماء. نحنا كنا بمصطلعوا من فوق المزة. بتقول يعني اتخاصمنا مع السوريين. لانه كان فيه واقع سياسي معين. ونحنا هلا مع السوريين اكتر واكتر بسبب الانتماء للفكرة القومية العربية الواحدة. واكتر واكتر بسبب حرصي على بلدي وعلى وطني لبنان. مثل ما الجنرال عون خاصا بشرف. وعاد بشرف. وعاد عرف انه مصلحتنا بتصب بانه نكون على احسن العلاقات مع سوريا. ومش بس مع سوريا. مع الجمهورية العربية السورية. ومش بس هيك. هلأ الايام اكتر واكتر بهيدا الوقت. عم تثبت انه سوريا هي الاساس. باننا نتنفس اقتصاديا. واخيه مثل عقل التجاري المركانتالي نحنا اللبناني. ومصلحجيا. وبعدين اللي هلأ عم بزايد على الجنرال هون. او بزايد علينا. انت كنت مثل ما حكيت بالاسماع وبالارقام. انت كنت يعني مستوى زليل. مش متلنا. بقى هاي دي نقطة ازا بدك مفلسة فيها. هاي دي الموضوع بالنسبة لسوريا. عزبوك بيحبس هناك كيفية عزب؟ لا لحب. هذا موضوع. بيناتنا هلا بيناتنا مش عم بيسمعوه ما حدا عم بيسمعوه. بيناتنا معلونا. وبيك ما قدر عمل لك واسطى جابك كمان. بي قلت لك رجل عسكري مثالي. وانا بفتخر بفتخر بيصيته بالجيش لبناني. بفتخر بإيديه. ومثل الأعلى فعلا بيقصيت. ولقوا لبلده ولجيشه ولوطنه. بي أبدا لم يتدخل بالسياسة. معروف. رغم طبعا عنده عنده فكره ورؤيته سياسية بس انه انسان انضباطي. كان شمعوني؟ لا بي ما كان شمعوني. يقدر ما يكون شمعوني يكون رئيس حرس الجمهوري. قال لك شو الشرح هذه المقطة. الرئيس شمعون. اساسا شمعون كان نعمل لك سفات العروبة الاغار كان يعني كان محبوب. ونحن من الشحيم من الشوف. وكان الرئيس شمعون يعني محبوب بالشاطر. صحيح. وخاصة عند اهل السنة زي بدك تحكي بالمنطقة. عند اهل السنة الرئيس شمعون كان محبوب. بقى هو كان يفتش عن ضابط من الشحيم من المنطقة من الشوف. طلع اسم بي يعني هيدا بس لا بي ما كان شمعوني. بي كان عسكري. لكن بي كون اكيد فيك تعطيه صفة عسكري. هل قد يقول لنا جندي وقال نحن بنقول عسكري. عسكري بالجيش اللبناني وحافظ على هيدا الشيء. ولا مرة اخل بهيدا الشيء. متل عمل لك ضلوا باليرز الى اخر اللحظة. بي ما عمل لي واسطة. مش لانه ما بدوا يعمل لي واسطة كمان. مش لانه مش لانه مش قادر يعمل لي واسطة. يعني لا مش لانه مش قادر. ما بدوا يعمل لي واسطة. بي بس فوت على السجن انا ما بيحكيني. هلا بقى تعمل ضابط روح روح ربا. بي كان مبسوط. يعني حتى لما كنت اتصاور ما يحكيني. نروح. فعلا كان رغم عطفته. اكيد. بقى لا ما عمل لي واسطة. ما كنت لك. يمكن لو يقدر يزوني ما كان زارني. هلا لما كنت بالسجن هم ما زارني. يعني عنده هذا العقل. مثلا بقوله الجامي. انه بالمواضيع ما في مزح. بقى هذه هي كان. خبرني عن جنرال لحوت بقول ان انك انقص طوله حياته. هلا انت حكيها انا سمعتها. بس خبرني هيك على السريع. نشوف. لا هذه القصة انه مش بمعنى انقص طوله حياته. انا. هو ايه لا لا. ايه. لا ايه. لألك هو مرأة. نحن علاقتنا مع فخامة الرئيس الهناد امير لحوت. عادي للواء جميل لحوت. اوكي. لواء جميل لحوت كان من اهم العسكريين في تاريخ الجيش اللبناني. انا بالنسبة للي يعني انا مع احترامي للجميع. انا بعتبره اهم من فؤاد الشاب بالنسبة للي. اوكي. اوكي. ايه يعني. وماني عم بحكي لانه. ماني عم بحكي يعني بحدا. عم بحكي بجميل لحوت. هذه القيمة الوطنية العسكرية. انت خدمت حد امرته شيء او لا. الوالد. الوالد خدم عيام. والرئيس الرئيس جميل لحوت. لأنا على فكرة الرئيس الرئيس لحوت. او الجميل لحوت كان عامل لو عامل رئيس لبنان بال 64 بدل شهر الحلو. تأديري كان توفر كثير قصص على لبنان. كثير. محبب يعرف شيء. يعني كمان كان عسكر رح يكون عسكر وتجربة فؤاد شهاب قبله. ايه بس لا. عامل وزير شؤون اجتماعية. لأول مرة بالتاريخ لبنان بنعمل قانون للنقابة. عاملوا جميل لحوت عادي مني. هلا عم نشتغل عليها. لا موضوع كبير هذا طويل. خلينا نرجع. لذلك نحن العلاقة او علاقة بيه مع اللواء جميل لحوت. ومن هون من هون نشأت العلاقة مع الرئيس لحوت. يعني احنا عائليا. بقى بثناء الحرب كان الرئيس. اي حرب. قبل ستة شباط الاربعة وثمانين. كان الرئيس لحوت. الرئيس لحوت ما كان عنده عابر للمناطق من زمان. والطوائف والمذاهب. يعني من ايام بيه متل ما كان. الوالد جميل لحوت. متل ما هلأ اميل من المتن يعني كمان حتى يكون كثير واضحين. كان قاعد بالمنطقة بالروشة. يعني ينقل ويروح من هذا. بيقوم صار في القصف الاوي لما اشتبكوا بين بعض بستة شباط ومستة شباط. وانا كنت باللواء السادس وقتها قبل ما تنفرض. بقى رحت. ما كانت رتبتك؟ بكر رائد. رحت انا مع مجموعة عسكرية من اللواء السادس. ظهرناه من الروشة اللي قطع على المتحب. مع عائلته؟ مع العائلة. وهيدي كانت مؤثر بالنسبة للأيلي. انه العائلة اللواء. واجه قال لك يا مصطفى الهدية لأيلك انا رئيس جمهورية. بديك تطلع تسلم لي على الحراج الجمهوري. كيف صارت؟ عم نمزح نحنا. بس كيف صارت؟ كيف تستلمت؟ كيف تبلغك انه الناس ما بتعرف انه انا ما كنت معه قبل. على الجمهوري. الرئيس لحوط. فقامت الرئيس لحوط. وقت تعين قائل جيش. قاعد بقبله قبل ما ينزل على بيرول. بعت ورايه لفوق. قال لي بدك تعملي تأسس لي مجموعة أمنية لحمايتك. من قبل. هون بلشت. كان بعده معايا عندنا عن تسعين انا. مش من من قائل الحراج الجمهوري. من التسعين. مش لانه تعب. خلو غلطة اللي حيتعملك. نحنا امتداد تاريخي. نحنا امتداد تاريخي مع الرئيس لحوط. قال لي طلع عمول المجموعة الأمنية. عملنا المجموعة الأمنية. وبطبيعة الحال وقتنا مجموعة الأمنية بالجيش. بعد ما تمدد لهم تسعة سنين بالجيش معهم. ونحنا عائليا يعني مثل ما بتعرف. لما اجعل حراج الجمهوري. طبيعي يجي بك. لا قليني قللك. مع انه الرئيس لحوط كان حسنا. لا ما احكي أكثر من هيك. لا صار في محاولات اقصائي. من اللي حولينا. اقصائي انه ما اعمل قائد حراج الجمهوري. هذا اللي اول مرة بحكي بالعلم. كان فيه ناس. ناس من المستشاريين يعني. من المستشارين من الضبار. من العيلة. من العيلة. من العيلة العيلة. كل الاحترام. من المستشارين. من المستشارين هذا. وحتى نحكى مع السوريين انه ما تجيبوه لمصطفى حمدان قائد حراج الجمهوري. مش سوريين عينوك? لا. اكيد. ولا واردة. اساسا مع امين لحود. مع امين لحود. ما بيعرفوا شغلة انه الرئيس. وانا عم اكد لك. عنده مسألة الرئيس لحود بهذه المواضيع. بيقول هيا نتفيق واحد نايم. بس واحد عامل حاله نايم. ما فيك تفيقه? ما بفيك. انا عم بحكي للتاريخ. الرئيس لحود لم يستشر السوريين باي قرار اساسي يتخذه. كان السوري يأكد له على القرار تبعه. كان يرتاح. كان يدعمه. ولكن للتاريخ بتصدقه ولا ما? اللي ما بدوا يصدقه. اللي الاوادم اكيد. اللي ما بدوا يصدقه وعملين حالهم هنا انه نعرفه. حبيبي الرئيس لحود للتاريخ للتاريخ لم يأخذ اي قرار بالتشاور مع السوري او اي او اي تنظيم داخل لبناني. لوك حتى اي واحد مسؤول بالسياسة. لو وزير الدفاع ولا رئيس جمهورية ولا رئيس وزارة. خاصة بالقرارات المصرية عندما كان قائد جيش. كان يأخذ القرار ينفذ. اه يدعموه السوريين. وهي دي. بدهم يسدوا يسدوا يسدوا. مالكم تسدوا. طفلوا. مشان هاك نجح الجيش. تبه. ما احدا بيقدر تسمع الناس. انا بظهر لبرة على الشارع. كمان تكون اكتر. مع انه ما بحب احكيات. يعني اهلنا المسيحيين. يا ما بتصفي بالتاقة مع الناس. كنا نعرفون او ما بنعرفون. كلمة رزق الله على ايامكم. رزق الله على ايامكم. يعني ما عم نشوف هلا يعني اكيد رزق الله يعني رزق الله على ايام السورية. يعني رزق الله على ايامكم. بس. بس قلينا نكمل لك. كم. بشان هاك. الرئيس. اول شي انا ما تعينت من اي سوريين. انا عيني الرئيس لحوت. رغم انه في ناس. وهذه اول مرة برجع بقال لك. حرطأت. واشتغلت. انه مصطفى عمدان ما يعمل قاد حرارة جمهورية. وعملنا. بس. بتخوص كده عبدالجنرال لحود. فخيمة الرئيس. انه. عم تقول انه انه ما عمل شيء سأل السورية. بس اكيد ما عمل شيء كمان ضد السورية. انه في النهاية كان هو. بجون. ما هيك. انا ما فيه. بحركة. لا. بجون. كنت اقول لك. هذا كلام سليم. هيدا كلام مش انت عم تحركش انت عم تنقل. لان فيه جو. حتى من اللي معنا. حتى من اللي معنا بيقوله هاك يعني. انت عم تنقل. انا اللي منيح انه عم تنقل جو الناس. طبيعي. ايه. انا عم بحكي كمان. طرفه اكيد. اكيد ما سيكون ضد السوريين. بها ديك الفترة. في واحد بس كان ضد السوريين صادق. واحد. صادق بخصوامه. كنت ضد السوريين. واحد. قصة حدا يتكذب. اسمه ميشيل عن. لس كنت ضده. اكيد. لانت ما بتعلم. انا حكيت على القصة. انا وظاهر من عنده. بعد ما اتقبلت. انا وياه. احرجع له. احرجع له. احرجع له. احرجع له. المرحلة اللي كنت. بندقاء. ان قلت له لت يقول لنا بس لو بعرفك اكتر عدا لكن كنت قتلت. مش هنا. احرجع له. حتى لو قالوا حرب التحريق لماذا. لا لانة كانà فيها من كاريزما انا ما بعرفها. خليني ارجع. انه الجنرال لحود اجا خارج منظومة الايطار طبع المسار اللي كانوا السوريين فيه في لبنان. لا. مش مجبور. طب ليه بديوا قلت لهم انه شو? لا لا مش عاملوا طلبيات. انا اقول. اكيد ما قلت لهم. بس اكيد كمان والناس بتعرف مرحلة الرئيس لحود ومرحلة الرئاسة. ورغم كل الانتباه. ما بعيد بكتير عني عم بحارب الرئيس الحودة لو نفس الى حارب الرئيس عن. نفس النفس الى زيتهم. نفس الى زيتهم طبيعي نفس البوتة سياسية. نفس الى زيتهم. او قلد او او ليدهم. عفاك. الاحفاد يمكن هلا كمان. ما فيك نقول ان اه كانت مرحلة الاستقرار. بالحد الادنى وفيها ظروف على ما تقول لي انه اللعب الأقليمية. هل نعمل جيش؟ أنا دائماً أقول يا شباب يا أحبائي بتكون تسألوا عن مرحلة الجيش عن الرئيس لحوت وما بعد الجيش يعني مرحلة الرئاسة يسألوا للضباط العونيين اللي قاتل اللي كانوا موجودين. بس في منهم ما رجعوهم. في منهم وقعت قلوهم بسوريا ما رجعوهم. أدي عددهم. لا أعرف عددهم. أدي عدد الضباط لا في منهم يضعوا بالحبس كمان. رغم أنا كنت ضد أنا كنت أحب العونيين. رفقاتي وبحبهم. يعني تخيرني بين ضباط كانوا عاملين خوانة للجيش اللبناني مع مع القوات سامير جعجا. لا أنا كنت مع الضباط العونيين في كل المراحل. أحسن من هليك الخوانة. لذلك. جنرال خيانة صارت يعني وجهات نظر يعني. بيقلك اللي كان مع السوري خيين واللي كان مع اسرائيل خيين واللي كان مع تمامين عم بتحكي. أنا معك بهذا. بس عم تحكي معي. اي 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 اكيد. يعني عبر قول عنه. لا انا مبسوط فيك. بالعاكد بس. بس كرمال اللي عم يحضرون انه انا يبقى انه شوية. بس انا انا عم عبر عن رأيي. انا ما عمقول انه انا والله اذا رأييي صح. يحتمل كل اوجه الغلط بالصح. هرفت هيك. اللي عم قوله. انا بهاي المرحلة. اخضع. من 13 تشرين. لما ظهرنا من العهد. لما لما فتح السجن. وما بعد السجن. انا اخضع بحكم التاريخ. وحكم السياسة. اخضع لما يقوله الضباط العونيين. والعماد عام بالتحديد. بقبل. اي حكم. تنتم على 13 تشرين. لا ما بنتم. ما فيني انتم. وقال له فكون انا بنتم على شغري واحدة. انه نحنا ما قدرنا. وبرجع بقول. ما قدرنا مع احد اهم الضباط في جيش تبناني. واللي بيحترمه. اللي هو المعدسي. ضابط محترم الجنرال المعدسي. ابا ضاي. مخلص لوطنه ولبلده. ما قدرت. او انا بقيتكم هالشغلة. لانه جنرال فيز كرم. قال لي انه كانوا بالعمليات. وفيتوا. تصلوا بالقائد الجيش العماد مين لحوض. وقال لهم نحنا بأمرك. فيارات تطلب وقفة النار. قالوا. السياسيين. ما بدون. قال له له فايز عمه له. قال له فايز. موجودة. فايز موجودة. وانا موجودة. لا موجودة. مسجلة يعني. وانا هلا مسجل. قال له فايز طويل بالك. الجنرال حكي مع الكنجون. مبارك. انا مبارك. انا مبارك. انا مبارك. انا مبارك. لا جون فرح. جنرال جون فرح. انا كان يختم مع بي ويحبه كثير. ولما زلنا على العمليات بوسته عن تحده. انا كنت حاضر. بيطوله فايز. وجون فرح حاضر. بكل المناطق اللي صار فيها بس اعلن العماد عنه. وقفة اطلاق النار. واعلن انه صار يجيش بقاملة الجنرال الحكوز. كان فيه قرار صارم. ابدا. المحل الوحيد. اللي انا بقلك بندما عليه. انه. الجنرال مقدسي. ما وصل له الامر. وهو. انا ما بعرف حقله. حتى لو وصل له الامر. تقديري. ما بيوقف الالتال. هو ان كان له. هو بظهر. هيدا. 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 اللي بتشكل عطلون ورجعوا قتلون. هيدا. 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 ما بيقول لك. من قال عنه كثير. وانا ما حقدر دافع. يعني انت هلأ عم بتقول لي. لا. ما ايه. بعرف. لا. بدي يكون واضح. انه انا ما حقدر دافع. هيدا. عم قلك. اه. اعم بيقول لك. اه. اعم بيقول لك. اثم انا كانت مع الرئيس الاحود. انا كانت مع الرئيس الاحود. انا كانت مع الرئيس الاحود. هيدا. هيدا يمكن كمان من احد اسرار. فيه دباط. باللواء السادس. وبالقوى اللي كانت بدأت تفوتى على المناطق الجماريرال العون بوقت ذا. كانت عم بتأخر الهجوم. حتى يصدر بيانة. هيدا بعد ما نحد عم بيعرفه. بس الدباط نحن نحن في مجموع الضباط كنا حكيم مع رفقاتنا اللي براند الحماد عنه أنه قررت أن تفوته كنا عم نأخر الهجوم البري ليطلع البيان تبع الجنراء عنه حتى ما نصطب النحيل هذه أول مرة في الحكاة وكان فيه اتصال رسمي بهذا الموضوع ما أعرف إذا كان هناك حرب فاس كرم معه وخبر فيها خبر أنا أقول لك يعني تصور أداة كانت هذه الضوء في قلب الضباط والعسكر للجيش اللبناني لذلك عندما توحد الجيش اللبناني مع بعضه أسرع لم يكن أحداً متوقع إجا ملحق عسكري أمريكاني لدينا عيات الجيش وكان معنا الجنرال العادي جابر العادي وكان معنا مين كان الضباط لما توحد الجيش كله قالنا نحن ما كنا مقدرين باليارز كان عاملين غدا ضغريت واحد الجيش إنه شو هاتسر هيدا ضغري التحم الجيش يوم ما تقلت له لأنه نحن بداخليتنا كلنا في هيد الكلمة السر تبع الجيش اللبناني العابر للطواقف والمذاهر وخاصاً بس نعيش مع بعض بالثلاث سنين الحربية أهم شيء والأهم أفضل تجنيد الإجباري كمان خدمة العالم بقى هيدا التوتش الأساسيين صحيح أننا نتفاعل بالمحيط المذهب والمحيط الطائفة والمحيط السياسي نتفاعل معه وبأنانياتنا الشخصية نتفاعل لكن بقلبنا كلنا بالجيش اللبناني هذه قيمة الجيش يبقى في هذه الهيكية كما قلت التوتش الذي تغري تمسك بالمغنطيس يجمع فعلاً كان هذا هذا اللي صار جنرال أنت كظابط بالجيش لا تحز بقلبك أنك لا تأخذ قوامرك من إيادتك الشرعية كنت أخذها من سوريين أنا أولاً مرة أخذتهم لكنهم قرروا الهجوم وهم قرروا ما تقوموا وما تقوموا ما تقوموا ما تقوموا 23 شرعين لا لا أنا أتكلم لكن في وقت لا يقرر سوريا هناك غطى دولة لكنهم لم يقرروا كل شي لا 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 ووقت على الجنرال الحود راح من المنطقة الشرقية على المنطقة الغربية قبل بوقت السلم هو مع كلهم مخططين يريدون أن يقوموا جاشتين أول شيء أول شيء الجنرال الحود أول شيء الجنرال الحود أيضاً هذه من المعلومات لا يقدر رد حركة هذه المعلومات بالنسبة للعماد الحود العماد الحود ترك المنطقة الغربية ليس لأنه الشرقية المنطقة ليك عام نعم من هكذا من مناطق السيطرة الجنرال الحود مناطق السيطرة السورية إذا تترايحك هذه هلا حباً أتفقنا إذا تترايحك يا خبري لأنه صار تحياته مهدد لأنه كان رئيس الغرف العسكري الناس مطاعة رئيس الغرف العسكري الوزارة الدفاع وبدوا يوم بضويلون لأنه شيء مضي من رئيس رئيس مكان 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 الجنرال الجنرال لأنه لأنه اعتبر أنه نزلته على أصل جمهوري رئيس وزارة من الشرائي كل وضوح يعني هكي فكرته وبالتالي وبالتالي مع وكان رحب كثير مع الجنرال الشاب اللي كان مدير مقابرات ثلاثة ربع اللي مع الجنرال هون كان رفقاته يعني عرفت شو هني في أحدهم نصحهم ونقال له أنا برأيي ما تبقى يعني صار مع أنه الجنرال لحود ما بيخاف حياته اسمعوا العائلة ونزل مش نزل لأنه نزل يعمل قائد قائد جيش خبرة خبرية لما مات الله تشهد الرئيس معوض الله يرحمه طب إجا أحدهم من اللي نزلوه من فوق عم بيقله أنه يلا يلا مات معوض ما بقى رح تتعين تعين أنه امشي نرجع ردك لفوق قال له أنا مين قال لك أنه أنا نزل لأ تعين وفعلا هو ما عمل امتحان قدام حدا انتبه مع أنه بعت وراء فلان وعالتان مع خبر ما شفت ما شفت غيره شف من المناطق اللي كان هناك السياسية خاصة ما شف الغازي في نعان إلا لبعد شهر من تعينه تعرف هاي الخضارية لا ما عزم يعرف لأ قال لي أنه يقرروا كل شيء أطرع الكذبة يعني ما هذا أنه أنت كعسكري ما أعرف أنه ما أضع أنا أنا ما بدي أطرع كذبة قال لك أنه ما كان يتدخل بالأمور الكبير كان يتدخل باللعبة السياسيين كانوا يتدخل ولكن عندما رئيس لحود على الجيش اللبناني يرجع وأكد لك لما تلقى أي أمر من الخارج أكيد ليس فقط أنا حتى انتبه المديرية المخابرات التي كانت موجودة كانت تنسق ودعو يتحدثوا كلهم بعد من أصدقى مديرية المخابرات تأكتريت وكانوا بطعونيين حتى هذا الموضوع بدأ تصدق العالم بدأ تصدق ما بدأ تصدق نحن لم نتلقى أي أمر من السوريين مباشرة أول مرة الأعلى العماد لحوط أريد أن أخبر تنسيق في هذا الشعب تنسيق تصدق هناك أمور صارت تصدق بطريقة الأعلى التاريخ نحن نحن نحكي معك لتاريخ أول مرة أعلم التاريخ وحن الأمور صارت أوضح مع العماد لحوط على الأكيد لم يكن هناك تلقى أواما من السوريين على الأكيد بدأ يصدق أنا عم بحكي للتاريخ وللتأكيد وأنا مضطر كذب ولو تلق بحكيها بصراحة في أشي أخطر قلتها قلت أشياء أخطر عن عن السوريين يعني الكتاب الإعلام مثل ما قلت لك وقلت له للجنرال عون أنه أنا مستعد قاتل معك لو تعرفت عليك قبل حرب التحريب أنه ما كان كان لديكم الغطر يعني ما كان الغطر الدولي عالي كثير عالي أخي لا نحن كمان نحترم لا نحب لأنه فعلا قال لا ونعطيها لحد هذا لا رغم كل الضرق التي تقرب هذه تقليب تقيمت عن نحن وأعرف لأن التفاصيل كان يقول فخامة الرئيس لحود كلمته الشهيرة وهي كثير دقيقة وتعبر عن كيف كانت القصة السياسية كان يقول بص يضرب المفتاح في السوري بالقفل الأمريكاني من وحد الجيش ومننزل بتصيذ يعني عملية إعادة واحدة الجيش مع إصرار العماد أمير الحود على إرسال الرسائد للجنرال هنا أنه بلا ما نفوض بهذه التجربة ولكن العماد ما كان كان عنده غير بوارد كان جنرال حسب ما عرفت يعني أنه كان عنده تطمينات فرنسوية ما سيحدث شيء جنرال مين جنرال عون لا لا ما كان جنرال عون نحنا ما كان عنده تطمينات وما سيحدث هو التطمينات الأساسية التي كان يحفظها أنه الفرنسي ممكن يقنع لأنه كان فرنسي أكثر ومع أنه كان يعملوا الواسطة الفرنسي أنه يجد العماد عون وزير الدفاع هذا بالحكومة و الفرنسي أكثر كان عم بيقله أنه نحنا ممكن نقنع الأمريكي طبعا أنا بهذاك الوقت ما بحب أحكي عنه أعلى من اللعبة بس هذا اللي كنا نسمعه بس ما كان تطمينات في وسط يعني فيه طبعا بالعماد عون عبدك تفهم طبعا كلنا ما عرفوا ما شايفين ولا هلا جنرال يوصل للمحال يقول لك هذه اللقمة لا أريد أن أعطيها لحدا وهذه من المرجع يقول لك كانت تغدغلنا ومشاعرنا فيها رغم أنه كنا نقاتل لك هذه الظروف 13-20 بعد آخر سؤال هذا سؤال أول مرة كنا نتحدث عن رحيتها وأنا أول مرة كمان بقعد مع حدا إذا بدك من الطرف الثاني يتحدث عنها فهمني خاصة ليس حيالها شخص بعد آخر سؤال 13-20 في 13-20 كانوا شاركوا الاشتراكية ومشاعروا على المنطقة والقوات كانوا يتحدث عنها كانوا يتحدث عنها أو كانوا تكونوا على كيادة سوريين لا لا دعني أخبر الاشتراكين منعوا من الدخول لأنه كان فيه قرار سوري مع القيادة العسكرية اللبنانية بمنع أي حزب وفنظيمة الدخول إلى تجربوا كذا مرة سؤال غرب قاعدة قبل قبل ولكن فقط كان الرئيس لحوة وقت الرئيس لحوة منع ولكن ما سيعدوكم؟ ولا بالمدفع ولا شيء؟ فقط الزعران وليس بقرار منها الزعران لهم القوات فقط القوات سيعدوا بقرار من مين؟ بقرار من جالجا يريد أن يقدم أوراق اعتماده أنه قادر على بعض ضرب العماد قادر على قيادة الواقع المسيحي للسوريين لصالح السوريين وأنا أكد له ليس أنه حكي هلا هناك أشخاص يقولون ضرب قصف بالمدفعية أكثر من هك يجا يجهز مجموعات تدخل من جهة الشمال المجرم رفض الرئيس لحود بالتهديد بالتهديد حتى قصف المدفعية كان هذا القصف خارج إطار العملية لا ترى أين هذا المجرم المدعو سمير فريد جعجع أنا لا أقول حسنا ما كان يتفاوض مع الرئيس لهراوي وطبعا الخلفية هذا جوني عبدو هذا مقابرات السيدة بالجيش اللبناني هذا جوني عبدو كانت مستشارة العالمية للرئيس لهراوي وريمون معلوف هذا الضابط الخزمات عند شو اسمه عند هذا جوني عبدو لكن جوني عبدو بيقوله عنده انتداد يهودي ما بقى حدا نحكي ونحن بنعرف أكثر من غيرنا ما بنا نفوت فيه انا عم بيحكي انا مش مسؤول انا المسؤول بقى يطلعوا بالهليكوبتر يطلبوا هليكوبتر منا ع اساس انه طالعين ليهدوا الوضع مع سامير يطلعوا يتفاوضوا ويبعت رسال انه انا بدي ما فيه بدي هذا بدي يقدم وراء اعتماده وميش لاللبنانية عم يحكي عن مين مع السوري بيشتغيل ومين عميل سوري اللي هو في شي بلد في شي بلد بيناول او بيقالوا مصلحة سياسية معهم بيفكر حال بعمل ما تتعامل معهم هذا سامير فريد جعجع طب انت من الوقت بتكرهه؟ لا انا قبل طب لا اذا هو اذا نحكي بالمنطق السيائي لالامور اذا هو ماشي مع الفكر او اذا بدك مع السيستم اللي انتو كنتو ماشيين فيه مع السورية وقبل الاتفاق الطائف كل هالاشي وسهلكوا الامور اللي انتو تحربوا فيه لماذا بدك تكون معه لماذا بدك تكون تكرهه؟ لا اول شي انا سامير فريد جعجع بعرف انه من الاساس من الاساس هو مشروع تقسيم لبنان في اثنين وعم تثبت الايام هناك واحد اخاف من واحد من الاساس فريد جعجع وليد جملات وسمير فريد جعجع هؤلاء كانتو نجي غب الطلب بس يكون مؤامر تقسيم لبنان وتشتيته وتفتيته هؤلاء اثنين جاهزين بعقلهم بتفكيرهم ليه؟ 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 لا انا انه بكره هؤلاء اثنين اساس انا وليك فراطة انا بحكي اللي بيطلع بايدهم ليس بحكي عن الفراطة هؤلاء اثنين بيطلع بايدهم لماذا؟ لانه وليد جملات ما بيقدر يعمل حلمه رئيس في كل اللبنان ليس حلمه طريقه ما بيقدر بيقول لنا اعلم رئيس على الكنتون وانا عمل رئيس على الكنتون ما يصبح الدول العالم كتير تحكي معه انه انت ممثل اهلنا الدروز اللي هني اكبر منه بفكرنا الوطني والقوم بتاريخهم عرفتشون؟ وثمير ثمير لكن اذا بيكل وراء شو بيقول لك اي وراء وراء كل الكتب المقدسة واذا بيتعامل مع مين بدي اقول لك مع الانبياء اذا رجلت نزلت على الارض واذا واذا شو بدي ما يقدر يعمل رئيس جمهورية لبنان لا بالطوله لا بالعرض لا بس ابدنا ترى لو يأخذ البرلمان كله كله لاذا ذاهل العب الدموقراطية ولا فيه دموقراطية سمير جعجع حرب اهلية وقتل ودم اصعد اصعد لا كل واحد يحديك الخبريات ولا ورد ولا وردة سمير جعجع لن يكون رئيسا لجمهورية لبنان مين بدك يريب محفوظ معقول؟ بس بدك تبطل سمير بك تحطن هؤلاء لحطن أكيد شانهاء كنتون وبيعمل وبيعيد الضمان هذا التضامن الاجتماع الذي سرق المصريات فيهم وبيعيد الملحية مثل معامل وبيعيد المشروع وقلب بس المهم السعودي يظلوا يناولنا والأمريكاني بيحكي بالمظلة مظلة سياسية مظلة أبنية بلسانه ومظلة مظلة ما بعرف مين هلا مظلات مشان هاك هولي الكنتونجين نجيه هولي أخطر شيء على بلدي أنا ما عندي محر وحلا يا حبيبي أنا عندي مقولة كمان ما بتخليني يحبه أكثر للجنرال أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقف هيدا إذا أنا هلأ يا خيم تسألني هيدا قنيعتي هلأ غلطت وعملت البدكة وليتها كانت قابل ها ما عندي مش ليتها كانت قابل ما أحدا بيخلق كامل طبيعي أكيد هلأ لا بس لفترة لا أكيد فترة أكيد مئة بالمئة لا بس أصدي قابل 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 لا لماذا تفوت بالطيار ما لماذا تفوت بالطيار أنا 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 لا أحب الحكم وميحة هذه تجربة التيار الجنرال أو التيار الوطني من أهم التجارب السياسية في لبنان ما تفوتهم الحكم اللبنان هذا الحكم اللبناني هذه منظومة منظومة الحكم الحكم اللبناني ليس البلد ولا الوطن ولا السيادي جيد خصوصا يا جبرون الي يسقط هذه المنظومة. هن مشروع مشروع اسقاط هذه المنظومة. من الداخل ما فيك مشواردة. في مثلنا انا عادت مع الرئيس لحوت. لما كان رئيس جمهورية. يعني شو بدي أقول لك ما في صلاحيات. ماذا تعمل؟ عندما كان قائل جيز كان يدرم ما في الأرض. يذهب لحظة. هذه حقيقة حقاية لكي لا تقوم بالطيارة. لا. 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 سألتك لأنه حصيتك كثير أنه. لا. أنا لا أتحدث بالطيارة. هنا أنت رئيس كمان. ونيكي ستكون رئيس. أنا أحب العونية. أنا أحب الطيارة. لكن أنا أحب العونية. أقول لفقاتنا ومشروعنا بحماية بلدنا. بالداخل. أنا أقول لي أن أرتاح معهم بفكرة القومة العربية الوطنية. أرتاح معهم. أرتاح معنا في الأوروبية فارس سعاد. هذا الإنسان الذي أعلم أن يتحدث معه. لكن هذا يجب أن ينظر في الأوروبية. ويأتي سامير الجعجة. في الأوروبية يبعد أبو زهرة على غزة. لابس كفية كفية شو هيدا بعد فيه نفاق أكبر من هك كله كربان 3 مليون دولار شهري حلوين حلوين ما أبدأ لك جنرال بدي فوت هلا قبل ما فوت بعد فيه بأخصوص القنطنجية فيه شخص بعد حسن بعدها ما بطلع من المنطقة خلاص خلاص بلي طيب ما بشي ما تطلع بتبتعرف بتطلعك وينما كان أنا شيء تظهر فيك يعني بدي فوت بقصة الضباط الأربعة وانفجار اختيال الحريرة مين اختل الحريرة قبل ما اختل بها وديك بهذا السؤال مين اختل دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريرة صحيح هايدي السؤال خربوا البلد فيه بهذا السؤال مين اختل الحريرة مين اختل الحريرة قدروا يقلبوا البلد من مال لمال ينقلوها من مال لمال مين اختل الحريرة تحت شعار هذا السؤال قدروا يتاجروا بدم الحريرة لا يعملوا واقع سياسي مختلف تماما عن المرحلة اللي قبلها مين اختل الحريرة مين اختل الحريرة فيه ناس سرقوا البلد من ورا هذا السؤال مين اختل الحريرة سرقوا البلد فنهوه من اللي معه واللي ضدها من المعه واللي ضدها من اختال الحريري؟ حطونا لألنا نحن الضباط الأربعة بشرنة مثل الكوكون وزربونا فيها انه انتم اللي قتلتوا الحريري وخلصوا شهود الزور بهذا السؤال. من اختال الحريري؟ اي واحد بجاوبك على هذا السؤال؟ من اللي مع الحريري؟ من اللي ضد الحريري؟ من المحللين السياسيين اللي كانوا يشتغلوا عم أصر بهذا من اختال الحريري؟ هولي كان لازم كلهم يروحوا على التحقيق لو فيه تحقيق جدي على التحقيق لان هولي مضللين للتحقيق اي شخص بيقلك بيعرف مين اختال الحريري هلا وما حكي من الاول هيدا شريك بالجريمة لانه ماهدا بيقدر يقلك مين اختال الحريري؟ رح نعرفش نهار مين اختال؟ انا تقديري خبص ده انه اللي اختال الحريري مش حزب الله؟ مثل ما طلع بالمحكمة الدولية؟ هلا ما اقول لك ما بقدر جاوبك لانه اذا بجاوبك اكون بعرف هيدا اللي عم بيجاوبوا انه مين اختال الحريري مش لانه ما بدي يوجه التهمه لحزب الله بس اذا بقلك انه ايه هن يقتلوا للحريري بكون انا بكون بعرف انا ما بعرف لانه اذا بعرف و بعدني ساكت لازم يلقضوني و ياخدوني على التحقيق الجدي يعني شان هيك قصة اقتل الحريري قصة كبيرة كتير تقديري ما بقى احدا يعرف يكفي انه التحقيق الدولي اللي بيتكلوا عليه اخذنا اربع سنين لا يضيع الشنقاش ولا يعمل تضليل التحقيق فينا نحنا الدباط الاربعة حتى ما احدا يعرف مين اقتل الحريري هنا السؤال ليس لوект ذهبت لماذا تذهبوا بالقون؟ احنا الدباط الاربع تحديدا هم تحكي PERHеты الامن العام نفهم انه هو اعلى سلطة بالامن العام واه وكائد المخابرات وحرص جمهورة وكائد الامن الداخلي كان لديك عامه серious لكن لماذا تذهب ب ASP العųj toda ولا تذهب الى جيش عندما تحكي بسلطات اولا هناك معنى كثيرا قائد الجيش اللي كان وقتا طيب لا بسنه يعني كيف تكفيه هذا ذكرنا فيه هذا الشاز وطنيا واخلاقيا مين بده يقرب صوبك مكان صفر مكعب وقراج شراب تخرج وزحيف نحل داير عبواب العالم يسحب مكان قائدك؟ فشق براسه انتو هل زموري مشتبعين للجيش؟ بلا تبعين للجيش ككل انتو هل زمور سؤال قبل ما ارجع كمني او مثل حرس المجلس النيابي لا 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 حرس المجلس منه تابع للجيش؟ لواء عضوي بالجيش اللبناني اوكي مش مثل حرس المجلس؟ لا ما نعلم نحنا فقط مع رئاسة الجمهورية نتعاطى في الأمور اللي تتعلق بحماية الرئيس اوكي مع الرئيس ولكن منشان هيك ما قالي الشرف نقول انه هذا بمرحلة كان يمثل يمكن اذا بدك تعمل استاتيستيك بين ضباط الجيش اللبناني تب يطلع بشي اللي مثل حكايته 5% من ضباط الجيش اللبناني بيقبلوا انه يقولوا انه هذا كان قائد جيش هنه اصلا بويكيليكس ايلي انه القائد الرئيس الاضعف وقت جيبولة الجيش اعتقد مع اليس المر شاز وطنيا واخلاقيا خلط بيعوا ليه راحوا على قائد الحرس الجمهوري؟ لانه بالنهاية في استهداف للرئيس للرئيس الحود وفي رابط مع مرحلة الوجود السوري في لبنان مش بس نحنا ما اتهموا كل ضباط المخابرات السوريين اللي اشتغلوا بلبنان طيب واتهموا هلا بان الثلاثة انا اكتر واحد نافر بانه لاش لانه انا لاني شغلت احمي رفيق الحريري وليش شغلت مخابرات لانه هليك قالوا انه لو ما انتبهوا ما شافوا ما قدروا ما عملوا تقدير استراتيجي اوه تقدير استراتيجي اوه صح انه ما عندك شغل على الارض يعني انت ولاقوا مش هيكوا انا ما قلي علاقة فيه دخلوا لي اسم دم دخلوا الأستهداف هييني لاستهداف الرئيس الحود أوكي كيف اعتقالوك انا وين كانت هناك الرخول عليهم على البيوت انا اتصل فيه هذا لانا انا ما قبلت اللجنة تحقيق بطيك ان Öتحقق ما يقبلت ثلاث مرات ومن اللجنة تحقيق قبل ما اعتقل ايه يحاولوا يوطل مباشرة ب listen way اللي ورака رئيس الحود وانو يطلبني من رئيس الحود انا ما اقبل قل له ابدا واتصل فيه انه بدنا اتجا على التحية قل له انا ما بيجا اتحيبي بلق قيادة الجاش وانا بنتيج تبليق قيادة الجاش بطلع بقى اتصل فيه هدا كنا عم نحكي عنه ميم شهر سليمان اه قال لي بخير متعجي جمهورية لبنانية السابق شرفك روح والله تعرف اللي عم نعيشه هلا مع الخبر اللي عم نعيشه هلا هل بلك احكي لك عن وسط الحرير ولا بلك احكي لك عن الحرير نكمل على الحرير بعدين احكي له ديك الغبار خلي نكمل لك تعرف نحنا اللي عم نعيشه هلا اي الفساد والافساد والوصوصية والفقر وهذا كله من ورا هذا العهد الاسود ست سنين ما في حدا بالله سي جمهوري فراق ست سنين سوداء اسست له هلا هيدا اللي احنا اللي عم نعيشه نتيجة عهد هذا الشاز الوطني لالأسف كثير من شايفينه ها هيك من شان هيك شو بدك لنرجع بقليت مصطفى اطلع على لجنة التحقيق بمونتفيردي بس البوس مدني عرفت انا من احنا كان لاجواء ما بقى انا يوم الاعتقال شفت الرئيس لحوت لان هولي كانوا اخدوه من البيوت كنا عرفنا انه في اعتقال قلت له بدي اطلع قال لي انتبه يعني دروس لا ندروس اذا احسن تطلع ولا ما احسن ما تطلع بعد ما عملنا ها هيك جولة افق واستعرضنا لقينا انه الافضل انه اطلع وطلعت وبلشت مرحلة وفي ايه نفا كانوا عاديكم بقى اطلع بالمونتفيردي مكرمين معززين لا لا مش على اكيد انه كيف يقولوا انه احترموكم انه ايه تحقيق بس كانوا صخفة شو كانت تحقيق شو كان شو ركزوا بتحقيق صخفة ماشي انا ما حقهم انا حقهم مرتان انا اول شي قال لي بتعرف كوبرا الاسد اوكي لا ايه كوبرا الاسد انه كيف كوبرا اللي كان ايه اللي بتعرف كوبرا الاسد الكوبرا لبنان يعني مثله ايه اللي بتعرفه واحد ايرلندي انا حقهم معي بمحل ما بيقول اول مرة لان ما كانوا مفاكريني راح اطلع محل ما بحكيك محل اللي هول كيفي كاميريات المصبوة لا لا ما بشي انا لما عادت به هادي بالقوض كان فيه بالقوض اللي عم حققوا مع جاميل ومع ريمون مع عليك كانوا كان فيه كاميرات وكان معهم يعني سيستام قوض مجهز انا لانه جيت ممسدقين ان راح ايجي فوتوني على المصبوة محل ما بيكون تياب امصان ومعلقين وتياب اللي بشتغله هناك وفيه جحش كوي كمان كان موجود نعم بحكيك رسمي وقعد هادي ارلندي لواحده بقل هادي ارلندي قال لي وما فيه مترجم كمان قال لي بتعرف كبرى الاسد طلعت فيه انا ايه كان باني جاي يعني انه هو ما فات بطل له مين هادي كبرى الاسد قبل انجليزي طبعا ما اعمل لي هادي الكمبيوتر كانت سألية السؤال اعمل لي هادي اعمل لي هادي ايه واجب لي صورة بلحد دلم مش عارفها مين اني ما عرفت مين بعدين يعني من هو مين كان اصدر ما عرفت يوم لي صورة ضباط بتعرف هذا بتعرف هذا بتعرف هذا بتعرف هذا طلبوا منك مثلا شي تسوية حوالي بالله انه مثلا اقول انه الجنرال الحوض هو الطلب منك تطلع انت بطل او شي اعمل لك مرتين انا انا كل شي يسألوني اصلي عامة وهيدا شو عملت وفي مرة بس راح هذا مليس واجه ايه ادي عندك مصاري وان محاول مصرياتك طلعت محاول بوقتا يعني الاشي سنتين محاول تلات تلاف دولار لحدا ما بعرفش كين بدي اشتري شي من بره قال لي انا بحكيك بتلات تلاف دولار مثلا فوق ال extraterر соверш عملا بقمتلم احاول разныхedi mil دولار فعلا وانا ليس محاول ثقافة تفاها وبين مشروع توكيك كل المرح جواب الغير بس اول مرة تال ببير اول يوم بعدين الاربع سنين جا ما عايد اواní لا اول مرة تالية يعني شو disc burner ty اوCE انا必ى قامت اعمل معي وانا نقلو فيها الرياضة بعدين قلوكم هناك صعاي there one around لا اقلونا عدة محنلها الذهاب باباول كن بزنزينات parts kul a' back بعدين نقلونا على الشرطة العسكرية بالريحانية لانه الرئيس اتدخل تحت كان مع الحشيشين والفرشة هيكة موسخة كنتوا لحالكم كل واحد لحاله اي بالزنازين اوكي ركبونا الكاميرا جوه يلا ضيق اي بقلب القوضة اي بقلب القوضة ولا انا كنت رايق معي كيف شعور شخص كان هو يعني زابط طويل عريض يفوت على الحبس انا معوض انت تعوض لها غبرتني انه كنت معوض بسوريا وين احسن لحبوسي وين احسن لحبوسي وانا وبسوريا لا خلينا نكون هنا هنا احسن ايه مختلف العسكر اللي كان موجود بتحس انه كان عم بتعامل معكم على اساس انه انتو ضباط لا باول فترة يعني بقوة الامن الداخلي بتعرف كان فيه ميت الرئيس الحريري وما بتعرف مين العناصر ايه ما عليك ايه وما بتعرف مين العناصر بعدين بعد شوية اهلنا راح يصدوا انه احنا قطلناها بروفاقاندا و بالاول كان فيه نوع من الانا كان عقلي الامني عم يشتغل انه ممكن يقتلونا بايلله بدي اقول لك خفته خفت دل احرا انت لا ما خفت لا خفت انه يوصلوا لكم بشي طريقة اه خلق باكد يوصلونا هون تهديد الحياة انه واحد مش الحق على العنصر او على الرتيب قد ما يكون عنده انضباط بس بحديك الفترة انه هولي الاربعة ثابت عليهم انه قاتلين الرئيس الحريري اي واحد من محبي الرئيس الحريري بالدرك او بالجيش او هذا ممكن كان يوصل لمرحلة عصبية انا بيحكي امنيا ومواطئيا علميا انه حامل يطرقني يعمل بس او يحط لك شي بالاكل يمكن او يحط لك شي بالاكل لا بالاكل ما بيقدروا صعبة؟ ايه بتصير المسألة مسألة مختلفة اه اوكي وهني لا بهاي المرحلة كانوا حريصين كجهاز معلومات كان هو مسؤول عن توقفنا كان حريص بهاي القصة اوكي يعني كان مثلا يجب لنا الاكل ضابط لما كنا تحت كنت تشوفه بعد؟ لا 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 أبدنا؟ لا كنت تتعرفوا اخبار بعضا ما كنت تتعرف ماذا يحدث لو كنت تتجين συνنصريهين يخبروننا كنت تتابعوا الأخبار كان في تليفزيون جرايد لا بالآخر اخر شي صعبة اربعة شهر اوكي كيف تبلغت؟ انا كيف تبلغت ان بدك تظهر من الحبس؟ كان في تلفزيون لدينا وبعدين الفرنسيين لا مشار فيها عندنا تلفزيون بالآخر نشوف المتابعات وفتوا بالجو المقريبة رح نظهروا كما قالت سمر الحج حبيبة قربنا كنت مستعد إلا وما كنت مقتنع أنه سيتركونا ما كنت حاسس الجو أنه هلأ لازم ننترك لأنه ما هو سياسة واحد حتى يوم يوم الخروج من السجن سمر مقتنع أنا مرتي طلعت لعندي وشفتني زيارة عادية ودشرتها قالت لي رح تطلعوا هلأ بعض الظهر تطلقوا مفيلي من هون مش طالعين القد كنت مش مصدق مش ممصدق مش مقتنع مع أنه كلهم أكدوا واجعيني خبريات من كل العالم انه طالع بقى سمر قالت لي يلا طالعين الشرة من فوق الأرم صامدين هم مش سألانين أحدا هيدا نهار القروج بقى عم تقول لي شو بيحس الوهد أنا ما حست بشي أنا فتت بمعركة كيف فتت بشي محلهم بأوصل فتتاك وأنا عموما مش أنهم بحكي بيصير عندك هدوء نفسي مين ظلمك أكتر القضاء اللبناني أو القضاء الدولي لا ظلمة نعم بدك تقول مين قضاء دول يمكن هو كان السبب تدهرته بدك تقول مين كيف تقول لك أي قاضي أكتر تبعية للمال وللسياسيين وللنفوذ ولقلة الضمير هلأ مش بالضرورة القضاء اللبناني ككل ولكن سعيد ميرزا ما بدك تقول عنه ما بدك تقول عن سعيد ميرزا لا روح يا حبيبي بالأخلاق هذا مجرم هذا ليس بس أسائل القضاء اللبناني أسائل القضاء اللبناني من التاريخ وقلت السعب القضاء اللبناني واحد أو أمثال سعيد ميرزا لذلك قضاء الدوليين مختلف قضاء الدوليين تأتيهم وشوشوهم الأمريكان مثل التطويات خاصة المحاكم الجنائية أضرب ناس وأكتر ناس بيرتشوها ولكن ماذا على نفاق أكتر هون واطين واطي مثل واحد مثل فعيد ميرزا انت استقلت من منصبك الجيش دا أنا بالألفان وعشرة كان بعدك معركة معركة انت فتت بمعركة بدي أوصل هلأ بدي أسعلك بعد قبل بهديك من بعد ما ظهرته شفنا بس اللواء جميل السيد جميل السيد أخذ هو مبادرات وفات بالعرض وطلع عن محكمة الدولية انتم مثل خلص اكتفيتوا هو اللواء السيد الأكثر نشاطاً إعلامياً والأكثر نشاطاً قضائياً والأكثر حركشة بالمحكمة حتى الطلب انه يرح يشهد اني مش طالبينه شفناه هناك طلب هو يرح يشهد لماذا انتم عملته هيك؟ أنا من الأساس قلت له انه هذه المحكمة يضد ما تقللهم ما رح يقضوا فيها؟ مش ماتر فيها ما تقللهم ما رح يردون عليك؟ مش بس شو قللهم مش ماتر فيها يعني أنا حتى ضد ربط النزاع انت على أربط نزاع أنا وياك مش المحكمة ما بيحكي عليه تحييات دولية المحكمة قد شوى شوى ما بيحكي عليه ما في شيء بينه وبينك انت عدوة انت فدت علي بدي اقومك شاناك شو بروح ببلك تعبدي يحكيك بالقضاء ويمكن يوجد نظر هو بيعكر دارهم هو بيعد بير انه بدي يحاربهم بيعكر دارهم وهذا هو الدليل انه موصل لهم حال يعني ما قدروا يعطوه شيء لا انا بحترم اللي عمله مهم جدا وشفت فرنسيين تقديري اللي كان ولواء حج كمان تبه بس لواء الحج حجم البروباقاندا اقل يعني لواء الحج ما سكت وعمل بدعاء الدعاوية لواء الحج اذا بدك قبل وقت كنتم بالحبس كانت مادام سمر هي الواجهة تبقى للدباط دعاوية وكذا كان اللي واء الحج عمل دعاوية بس طبعا جميل عنده حرية حركة اكتر طحشة اللي واء عذار كان مختفى يعني لاب الحبس ولابرات الحبس اللي واء عذار بطبعه هو بطبعه هو دقيق ما انه اجريسيب بالتحليله وصبر صمد قدر يواجه بايمانه يعني بس انه ما ايه ما شفناه طبعه طبعه بعدك على العلاقة معهم اكيد كلهم الاربع اكيد جنرال اريد احكي بالوضع اللي وصلنا له لماذا نحن والبنان وصلنا لهون لماذا بطل فيه مصاري لماذا فرط البلد هل هو ميشيل عون فرط البلد ما انه قادر يحكم بلد هذه اكبر اكبر شو بيقوله بالتاريخ اللبناني فيه كثير متل ما فيه حقائق فيه كثير اكذوبات متل ما بيقوله تشويش تاريخي اكبر تشويش تاريخي بالعصر الحديث انك تقول انه ميشيل عون وصل البلد لهون وانا مش دفاعنا عن ميشيل عون ولكن بالتاريخ فيه تراكم فوضى فيه تراكم فساد وافساد ولا بلعك من امتين وفيه تراكم عدم اتفاق هالشعب العناد يعمل وطن وهي دي نقطة اساسية هالشعب العناد رغم كل انجازات ونحن مش عم نشك بالشعب اللبناني وما عم نشك انه بمكان ما ضحى وقدم وقدر وانا ما بحكي عن جهة واحدة عن كل جهة ما في دم اغلى من دم ما في دم اغلى من دم انا ام بحكي عن تضحيات اهلنا اللبنانيين عبر كذا مرحلة مش بمراحل معينة وبالتالي ولكن يعني خلينا نكون بالمسار الكبير من لما اخذنا الاستقلال هيدا الشعب العناد ما قدر يدفع على فكرة وطن تلوح بده وطنه متل ما هو شايفه متل ما هو شايفه والادرب وكيارات بيعمل وطنه الادرب انه عم بيروح مش عوطنه وطنه الوطن النموذجي الوطن المزهبي عم بيروح عوطنه الطائفي والمزهبي اللي ورتوه ايهو الاستعمار الفرنساوي اللي هني اسوأ استعمارات العالم الفرنساوية عرفت كيف مشان هاك مشان هاك هيدا هيدا التراكمات مش مشانعون طيب وين المصريات هلا هلا ما بقى في مصار ما تكذبوا عن الناس لا تعملوا مجالس نيابية وجلسات وكابتال كنترول واجتماعات طالع نازل مع رياض سلامة رياض سلامة انتو هلا عم بتحضروا لتسحبوه يا اهل لبنان بدون يشيلوا رياض سلامة ليمغزوه بدون يوقفوه انه بطل بطل حاكم مصر في لبنان لكن بعد السنة رياض سلامة رياض سلامة عم يشتغلوها من لبنان بقوامر خارجية بدون يشيلوا رياض سلامة بدون يجيبوا واحد محله بس هو المطلب ينشيل رياض سلامة عبدا هذا مش مطلب مطلب انه يتخذ رياض سلامة على السجن خلينا نقول على التحقيق لا مش على التحقيق على السجن لانه لانه هيدا هيدا اللي عملوا رياض سلامة جريمة موصوفة تعرف شو بيقولوا له هيدا شو بيقولوا بالجرم الموصوف ضغري بالجرم المشهود بالقرطه رياض سلامة هل بتقلي كلهم ورياض سلامة لا كلهم حرامية وكلهم فاسدين وكلهم حجر الاساس بالاجرام بحق الشعب اللبناني هو رياض سلامة بس جنرال ليس دفع عن رياض سلامة بس بناية رياض سلامة هو موظف بنفذ قوامر سلطة سياسية مظبوط بس هو حسب قانون النقد والتصليف هو مسؤول عن حماية النقد اللبناني هو مسؤول عن حماية الاقتصاد اللبناني عبر حماية النقد اللبناني على طبع هناك أمور كثيرة يبدأ بالسرقة وتبيض الأموال التي مغطيها من رياض سلامة والهندسات غير الهندسات هندسات ليس هناك أكثر من هندسات تبيض الأموال ببيض الأموال يقولون أنهم أجلبوا دليل وكان يرشي ومرتشي لك البايرول هذه اللوايح اللي كان يدفع لهم ليس من هلا بحكي أنا بكرة وبارح وأول تبارح بايرول إذا بيعملوا حسابات يطلعوا مليارات الدولارات اللي كان يرشي فيهم رياض سلامة لذلك رياض سلامة ينفذ للأوامر السياسية لا بدوا ينفذ إذا كانت الأوامر السياسية مخالفة للأنون يطيروه يطير لكن مع أن هذا الحكي ليس مضبوط رياض سلامة يطيروه هو يضل والدليل كما رأينا الزعران اللي بالحكم جماعة الطواقف والمذاهب اللي سرقوا مال العالم هم وعيالهم ولادهم الدرزة سرق مصريات الدروس والمسيحي سرق مصريات المسيحية والشيائي سرق مصريات الشيائي والسني سرق السنة حتى ما هذه الوحدة الوطنية كلهم دعمون رياض سلامة مين دعمون رياض سلامة؟ كلهم أميركا دعمته مين؟ أميركا ويقولوا أنه هو الطفل المدلة لأميركا لماذا؟ لا لأنهم لم يعملون أنه هو مثل الهم الأساسي حمينه الفرنسوية حمينه ما أقول لك الآن المؤامرة جديدة يا رئيس بدون يشيلوه عراس السنة ويجيبوا بدون أنه خلص لا لا ما فيك تشيلو ما فيك تقول أنت رح تقدر تعمل هناك بيك تقول لن يوجد سرق المصريات لا يوجد مصريات لا تعمل عليها ما هلا لو قد يعمل يجب أن يعمل من زمان لا يوجد سرق المصريات ونجد منكم اللبناني تساعد لربع مصرياته لكي هذا يبايد رياض سلامة تقوم بقيت ويبايد فيها سؤال هل 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 موضوع جديد بدأ سألها ما جيبه قال مليار ومتان وثمانية وينه؟ قال حطينه عند رياض سلامة بس بأمر من وزارة المالية ومين وزير المالية يوسف قليل مين يوسف قليل كان موظف عنده رياض سلامة وطبعا عنده ارتباطاته خارجي لأنه يحبوه وفي صندوق النقل ومصندوق النقل طب هالمليار وينه؟ قال بدون يدعموا صيرفة هذي صايرة في مين شرعة؟ مين هقال انه نحن يكون في عنا ثلاثة أسعار دولار وأربع أسعار دولار؟ هيدا كله خط خبيز كله فوضى هيدا لوحنا نزل الحبس مش تعمل له تشيله شلناه بس مش مش حل ينشال يجي حدا تاني بطرحه شوي بركب عنده غير رؤية؟ اعتقلوه هلأ قال شي تاني بس مش حل انه يفل؟ مجموه واذا اجي حدا تاني بالقليل بركب عنده رؤية شوي اذا اجي حدا تاني على فلة رياض سلامة طبيعية اي يعني كامل من جماعتهم؟ لك مراحلة هذه الوزارة حسان دياب وجيبه بالصورة الطبيعية حكومة أجمعاته واي نش بعد ما تعرفوا عبعات الشباب تا يجتمعوا روق شوي عليهم؟ هذه خطيئة نحن مرئين بمرحلة انهيار الدولة وانهارة لكن هذه لا تحمل فقط مسؤوليتها مثلا انت مش شلحون هذه تحمل مسؤوليتها منظومة منظومة الحرامية المذهب من أني ستحدث عن منظومة من أني يأتوني كلها من أني يريد رأيك ترتاحة من خلاجةي إذا سميتك تتحدث لك لأنه سميتك الكل كلها عملك منظومة 128 يعني كلهم 128 ناويب لا ناويب لا ناعي كلهم يريد أن نقول أننا ليس فقط بالتبك تعرف انه استرام من الاستئالات رغم انه خلفية استئالتهم كل واحد لسبب كل واحد أسباب مختلفة فرطوا هذا المجلس. ماذا يتحمل هذا المجلس الموجود؟ تباعات 30 سنة. من 30 سنة إلى سرقة ماشية ورياض سليمي موجودة. تركيبة المجلس هي ذاتها. تزيد كتلة وتنقص كتلة لكن التركيبة ليس فقط المجلس. مجلس الوزراء كيف يتركب؟ طبيعي. لكن هناك بلد. أريد أن أسلحك سؤال. أحد يجبه مني. هناك بلد بالعالم. دستوره الوطنية يسميه دستور الطائف ضيعة بالسعودية. مع احترامنا السعودية. دولة ضيعة مدينة بالسعودية. ما يجبه من الشعب العناد يعمل الوطن؟ لذلك الشعب والأولادنا يقول دستور الطائف. وماذا يجب دستور الطائف؟ هذا دستور وطني. مبادرة فرنسية. مبادرة اتفاق الدوحة. مبادرة فرنسية ومبادرة امريكية. ما يجبه من الشعب العناد يعمل الوطن؟ مبادرة فرنسية ومبادرة فرنسية. هل يعمل في جيش بالعالم؟ هل يعمل في جيش بالعالم؟ تنزل الطائرات لدول اجنبية. ما يعني انه يقدر انا الشغل اللي نعمل لا تجي هاي الطائرات. لا اريد ان يأكل منه. لا تجيب له صاف. تجيب له أكل. فرطرش وصاف وزيوت. تجيب له أكل. وانصلنا. والله انا بستحق. وانه الامين الفلاني والرئيس الفلاني وهذا نعم على جيشنا. مع انه لازم يصير هاك لانه تستمر. طبيعي. لكن هذا ليس الحق على الجيش. على الوصل للجيش. على الوصل للجيش. الفساد والإفساد. يعني اخر سؤال. كيف تشوف العلاقة مع السعودية تنحل؟ بما انه هلا قفيتين فيها وليس عم نخلص. يعني كل يوم طلع لنا شغلة جديدة. انا برأيي القصة العلاقة مع السعودية اصبحت مطبطة بالمشكل الاقليم اللي عايشينه كلنا تصور. لأنه لبنان هكثار يعني. مجلس الوزراء صار بده يجي مندوب لهم. بعدين نتصور ان احنا قد وصلنا يعني. بدل ما يجي امين عام الجامعة العربية واللي من قدروا من نحترم. بعت مندوب. مندوب. بركب يخاف من كورونا. لا 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 ما عاول انت عندك هذه القرضية. عم نبرر لهم يعني. بارك. بس انه. ما هي الحكة هذا؟ مجلس وزراء ومجلس العلاقة مع السعودية. من أبعد من قصة التصريحة. يعني قلوب مليانة مش تصريحة ارداحة. اكيد. ما خلاص. نحنا دخلت هيدا الواقع اللي عمناها. شو في المرحلة الاقليمية القادمة. بل تشوف كيبها تركض. غير هاد يكون مدحك ع حالك. بس كمان هيدا من المعيبات بالساحة اللبنانية. وانتقاص السيادي والكرامة وكل شي. نشهد هاد الكم من الاعلام ومن العمل السياكة. يكونوا خيروهم. ويحترموا حالكم نص احترام. بلا احترام. بلا سيادي وبيلا وطني. سيكتبوا على حالكم. طبعا بعد. أكيد. هتحكي عم كل. طب شو بدك تحكي. هلا في نقطة الاهم. مرة ما بركبك. خير. في هالكوة الامنة الداخلة. مابرة متاعه. ده هالمرحلة وين. كل شي عجيش هلو. لا خي من فترة كان فيه هندي مكتف شفنا قوي دار بيطالع وين هنهان حسب يعني بنزوهن على المناسبات يعني انا من بيحكي من منطلق الحرس عكوان الامضاء اكيد كلنا بهمنا انا مني ضبت حدا فيهم بالعكس انا فيه ضباط بالقنام الداخلي بيحترمهم وبقدرهم بس يا خي وان هالقنام الداخلي بدك رأيه وانا هون بتوجه شو بدك منهم يعملون ينزلوا بالقرض مع الجيش حتى بقصة الطيونة وينهم وين كانوا خي وان كانوا خي وانا بينزلوا بس وادفعوا على الصرايا ولا خص الصرايا لا عن جد لا عن جد حتى بالمظاهرات كلها شفناهم بس لما يكانوا يقربوا على الصرايا الحكومة رأيي الدقيق بهالمرحلة حرصا على البلد والواقع الامني بالبلد انا برأيي خلص تنعمل ظرفة عمليات بالجيش اللبناني وهالاجهزة كلها يعني كل الامن الداخلي تنضم كلها الجيش ضبوه الجيش واذا عم تقول لانو عم بيقول ما في مساري رئيس المسيحة وين الشيعة والسنة والكاتوليكة وين بدي روحه كيف بدأت عمله نواب رئيسة لا انت عم تحكي لا عم بحكي حكي بس هذه مظبوطة انت بتعرف انو كانوا يخترعوا اشياء وشعبات كرمات انا الجيش لا يستطيعون اليوم نحن بمرحلة امنية كل يوم تسمع من الاجهز بعض الاجهزة انه في تحذير اختيالات وفي تحذير حرب اهلية وفي تحذير مشكلة يحفوها اليوم بدي خطة متكاملة اليوم لازم كل القوى الامنية تكون طمع مش انو تلتغى دورة لكن يكون هناك ايادة واحدة بقائد الجيش ومعاونين من كل الاجهزة لكن اليوم تكون الامرة الامنية على الارض واحدة ليس كل ما اصبح شيء هذا الجيش اللبناني هذا الجيش اللبناني اذا فرد الجيش اللبناني لا احد يبقى قاعد في بيته لا احد يبقى قاعد في بيته هذه هي من الحلول التي نحافظها حاليا نوصل لما بعد الحلول الاقليمية الكبرى التي يمكن أن تأتي بعد رأس السنين لا تفلت الساحة هذه الساحة تكون تألفوا حالة امنية واحدة موحدة بقيادة الجيش لحتى تدير الامن مع الحفاظ حتى لا يحضرها النوع دخل دخلنا باللعبة مع الحفاظ على السابق الأساسي حسب المهام المقولة لك الجهة هل يتحدث فيها هذه جديا او فكرة لا أعرف اذا كان يتحدث فيها اذا كان يتحدث فيها مصيبة أنا لاعب بحكي هذا الحكي بعد أن يتحدث فيها على الأزلاك الطيونة فعن الرماني ليس مسحة والشياح لدينا مناطق كلها لا نحب لا أحد يخنع بالكلام طيب يا حبيبي هايدي تقولوا أخطر شيء ما هو الحلول؟ إذا سيضل هاي نزد على الجيش اللبناني لا يا شباب معنات أننا في مرحلة الخطر هذا اللي بدنا نقوله ما أقول سليمان فرنجية يبيعون إيها الاستئالة للصعودية لأسمين الرئيس طبعا أنت بتحبه هذا الجواب جنرال ميرسي أخذت كثير من وقتك عندي بعد كثير أسئلة بس ما بقفنا يعني إن شاء الله نعمل لقائد وأنا بتشكرك وأرجع بواجهة تحية لجمهورك ميرسي وأرجع بواجهة تحية للي ضدك إذا أعلم بكي ناس كيف تحاجمك بس أنت عفاك هذا أسلوبك هذا رأيك وأنا برأيي أخليك مثلما أنت هايدي طريق صحيح صعب بس أنت تقدم بلدك ووطنك ميرسي يا شهادة بفتخر فيها بسي لكل اللي مشاركين معك والأخ يعطي العافية الحبيب طيب نشوفكم جمعة الجيمة معرفة جديد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة